السلام عليكم ومرحبا بكم في اليدي الاسدوالي تشيوات والد في الفيديو تعلوم راح ندلكم ديماني كيش بواحد لافارس لي تكون لي تكون سهلة وبنينة بزاف وما تشدش اليد ولابات راح نديرو ينبات بريزي كنت خدمت دي كيش من قبل بلابات فيتي وهذا الاخطار راح ندلكم من باوت بريزي كنت ندرت مقبل كل الاخطار مبدل يعني ندير باوت بريزي اخطار نزيد لها عفزة اخطار نقص لها عفزة نحب النوع دوك نخليكم مع الوصفة وان شاء الله تعجبكم نبدأ نوجد في باوت بريزي اهنا عندي 250 قرام تاع فارينة كيلتها لكم بالكاس جاتني قيس كاس ونص تكون فايتها شوية نصف على الكاس قيس واحد تزيده مغرفة كبيرة فوق نصف على الكاس حطيت هادرت لها شوية تعمل حنخلطه معاهم وان بعد نجيب المارغارين اللي تكون ضريعة عندي 125 قرام تاع مارغارين كيلتها لكم المغرفة جاتني المغرفة اللي تكون كبيرة جاتني تلت مغرف كبار معمارين مليح نديرها معاهم وان بعد نبدأ ندخل فيها بسبعتية ندخلها مليح في ذلك الفارينة وان بعد نزيد ندلها كلي كمان في الطعام نزيد ندلها هكذا حتى وان هذه المارغارين ما توليش كامل تباني هاد الوصفات عليك شرح تساعد بزاف الناس اللي ما يحبوش البيت بسك دائما القرار دي كومنتاي قول يدرنا وصفات بلابيت يعني كي ناس اللي ما يحبوش البيت ما يأكلوش هاد يشوفوا الابات قدرتها بلابيت ومام لا فارس ما فيهاش البيت سما وصفات ما فيهاش كامل البيت دوكا نجيب المالي يكون بارد نبدأ نزيد غرب شوية ما نديروش هكذا كونتيتي كبيرا نديرو غرب بالكمية حتى وان تنطم الابات يعني ما نعجنوهاش بانصور الابات بريزي مات تعجنش تنطم برقعدو هكذا بسبعتيكم خلطو حتى وان نشوفوها انطمت دوكا نطمت اللي لابات بريزي نديرو حتى تلعف سعيني وحد العملية اللي تندر لابات بريزي نحطوها هكذا في الطابلة ونبدأوا يعني ببيت دينا هكذا نكرطوها مع ذاك الطابلة هكذا باش تكون لامارغانين تدخل كامل في الفارينة ما تبقاش يعني حبات هكذا كواحدهم ديروها يعني زوج خطرات تكفي ثم نرح نتخل حيث حتى نحل فيها العجينة ايخ اخر تنطم اجتماعوا هكذا هكذا نضجحه مبات بريزي و هاد الابات لي صعب يعني في الحلان كما لا تبقاش عليه نستعمل حيث لانصور ما تلصغنه نحله ثم نحل لابات نحلها رقيقة 1-2 ملمت راكدك حتى 1-3 ملمت و نجيب كاش ام بورتي بياس اللي يكون كبير وعلى حساب القيس يكون كبير شو على الليمول تعليكيش اللي هاتستعملوهم انتوما و كمان نحل كامل الحبات نجيب الليمول تعليكيش يعني ما يكون فهموه لو عبالكم لابات بريزيرا هي كامل مع مرة بلا مارغانيس ما ماشي ستلسقنه نحط ديك العجينة لداخل المول و نسقمها يعني هكذا ما حجينها سهلة يعني ما تديش شمات شليد بزاف غير تحطوها تسقموها و بعد كنكمل نوجة كامل الحبات نحطها في الليمول هنا ندخل العجينة تعي تريح شوية في الفيري جدار وحد نص ساعة هكذا كخير باش تجي لابات ملايحة خلوها تريح نص ساعة و بعد قبل ما تدخلوها تريح بيانسور نتقبو كامل العجينة في الوسط و ندخلوها كما قلكم تريح نص ساعة هم بعد مر ما يريحوا نص ساعة جبدوهم ندلهم ديكيسات من الفوق و هادوك الكيسات ندر فيهم اللوبيا و العدس فلانتوما الحبوب يكون عندكم في الدر غطوهم بيهم باش ما يحبطوه ناش كامل في الفيري و ما يحبطوه يحبطو شوية ما كندو لهم الكيسات ماش يحبطونا بزاف خلوهم يطيبو حتي و نتحمر على 180 دراجة هنا نوجد لافارس كما قلكم سهلا بزاف و ما تشتش اليد عندي حبة بصل كبيرة كنت دبلتها قطعتها و دبلتها في شوية زيت مع ملح و شوية في فلقحل عندي زوج باية طماطيش ازيتهم معها و هنا نزيت شوية مع الدنس ثاني و نخلطهم بارد في بارد هكذا كما راكم نشوفو و بعد كيطيبو اللي فون دي طارتنا خلوهم يبردو نديموليهم و نجي نعمرهم باديك لافارس و هم لكي كي عمرتوهم دو كان جيب الفرامج رابي تحبو تستعملوا غريار و لا شي ضانتو ماش تحبو ديرو هكذا كم الفوق حطه و هنا تحبو تدخلوهم من الفور باش يدو باداك الفرامج و لا يعني تخلوهم هكذا تدخلوهم دائما في الميكرواند و تسخنو الحبات اللي تحبو تاكلوهم اللي ميني كيشتاو عنا هاملي كيوجدو شوفو كيفاش جاو شابين و كي ماشتو وصفا بزاف سهلا يعني ما ما تديش الوقت و جيبنينها بزاف فرامون جيبزاف بنينها توقعو دو معايا نقسم لكم حبابا شوفا كيشتاو و لان احقنا الله و فانت على فيديو ان شاء الله هاد ليميني كيش يكونوا اعجبوكم و اذا اعجبوكم من تساشو ديرو جام تابوني و تاك تيفي و لا اجلوش و دوك ما بقى لغا نقول لكم سلام